سنقدم لكم اليوم تقريراً خاصاً ومميزاً حول حقائق الكون والتي يجب أن تكون على علم بها هذا هو كوكب الأرض والذي يعتبر الكوكب الثالث من حيث القرب من الشمس والذي يعيش عليه أكثر من سبعة مليارات وخمسمائة وخمسين مليون نسمة من بينهم أنا وأنتم بالطبع هذا رقم ضخم كما أنه يزداد يوماً بعد يوم وعلى الرغم من وفاة شخص كل ثلاث عشرة ثانية فإنه من جانب آخر يولد إنسان جديد كل ست ثواني وذلك يعني أنه مقابل كل شخص يموت يولد اثنان آخران ولهذا فإن عقد سكان الأرض في زيادة مستمرة لكن هل سألت نفسك من قبل؟ كم شخصاً يكفي عندما نحتاج إلى إحاطة كوكب الأرض بأكمله لتكوين سلسلة بشرية في الواقع سنحتاج حينها إلى ستة وعشرين مليوناً وسبعمائة وعشرة آلاف وستة وستين شخصاً فإذا وقف كل هؤلاء الأشخاص جنباً إلى جنب متشابك الأيدي فإننا سننجح في عناق الأرض بأكملها للوهلة الأولى وبناء على ذلك قد نعتقد أن الأرض عملاقة جداً لكنها في الواقع بالنسبة للكون مجرد ذرة غبار أجل تماماً كما سمعتم فكوكب الأرض ليس عملاقاً مطلقاً بالنسبة للكون سنوضح لكم هذا من خلال بعض المقارنات في البداية سنقارن كوكب الأرض بكوكب بلوتو في الواقع كان بلوتو في الماضي يعد كوكباً لكنه أصبح الآن كوكباً قزماً وهذا نظراً إلى صغر حجمه وبالطبع تعتبر الأرض عملاقة بالنسبة لبلوتو والآن سنجلب القمر أجل هذا هو القمر الذي يدور حول الأرض والذي يعتبر أكبر حجماً من بلوتو وبعد ذلك نجلب عطارت وهو أول كواكب المجموعة الشمسية والذي يعتبر أيضاً أصغر حجماً من الأرض وهذا هو كوكب المريخ بالمقارنة مع حجم الأرض والذي يعتبر أيضاً أصغر حجماً من الأرض لكن إذا قارننا حجم الأرض بحجم الزهرة سنجد أنهما متقاربان في الحجم والآن لنقارن حجم الأرض بكوكبي أورانوس ونيبتون ومن خلال الصور سنجد أنهما أكبر حجم من الأرض لكنهما ليس بالمقارنة بما هو قادم لأنه إذا جلبنا زحل بحلقاته أو المشتري الكوكب الأطخم بالمجموعة الشمسية سنجد حينها أن الأرض ضئيلة جدا بالنسبة لهما والآن حان وقت مقارنة جميع كواكب المجموعة الشمسية بالشمس فكما ترون أمامكم تبدو الأرض مجرد نقطة صغيرة فالجدير بالذكر أن قطر الشمس يبلغ حوالي مليون واربعمائة ألف كيلو متر أي أكثر من قطر كوكب الأرض بمليون كيلو متر أجل تماما كما سمعتم أكثر من مليون كيلو متر الآن لنقارن كل هذا بنجم الشعري اليمانية والذي يعتبر أوضح نجم مضيء في السماء والآن لنقارن الشمس بنجم رأس الدوام المؤخر والآن لنقارن حجم كل هذا بنجم السماك الرامح والآن سنقارن كل هذا بهذين النجمين الآخرين وهما نجم الدبران ونجم بيت الجبار وكما لاحظتم تبدو الشمس بالمقارنة بكل تلك النجوم مجرد ذرة لكن إذا كنت تعتقد أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد فأنت مخطئ شاهد الآن مقارنة حجم كل هؤلاء بنجم إيتا كارينا والذي يبلغ حجمه ضعف حجم الشمس خمسة ملايين مرة وهذا هو مقارنة حجمها بنجم يد الجوزاء والذي يبلغ حجمه ضعف حجم نجم إيتا كارينا ثلاثمائة مرة والآن أقدم لكم هذا الوحش العملاق والمذهل وهو نجم VY الكلب الأحمر والذي يعتبر أضخم نجم مكتشف حتى يومنا هذا والذي يبلغ حجمه ضعف حجم الشمس مليار مرة لكن الصدمة الكبيرة هي أن كل تلك النجوم العملاقة التي شاهدتها الآن وكل تلك النجوم التي تراها في السماء أمامك جميعها تقع داخل مجرتنا وهي مجرة درب التبانة لكن كل هذا مجرد نقطة في بحر ففي عام 2003 وبالتحديد في الثالث من سبتمبر قام التلسكوب هابل الفضائي بتصويب عدسته العملاقة صوب منطقة صغيرة جدا تجاه الفضاء الجدير بالذكر أن تلك المنطقة التي صوب عدسته تجاهها تبلغ مساحتها أقل من حجم القمر بحوالى عشرة أضعاف مرة بالطبع نقصد حجم القمر بالنسبة لحجمه كما نراه من كوكب الأرض على أي حال إذا نظرنا إلى تلك البقعة الصغيرة بالفضاء سنجدها فارغة لكن بعدما قام هابل بتصويب عدسته نحو تلك المنطقة ولمدة أربعة أشهر كاملة محاولا جمع جميع الأضواء بتلك المنطقة لكن على الرغم من أنها للوهلة الأولى قد تبدو منطقة فارغة وهذا وفقا لما كان أعتقده العلماء فإنما أظهرته الصور التي التقطها التلسكوب هابل كان بخلاف ما هو متوقع تماما وهذا هو ما ظهر بالصورة بالطبع تعتبر من أعظم الصور التي تم التقاطها للفضاء الخارجي والمذهل في الأمر أن كل نقطة مضيئة بتلك الصور عبارة عن مجرة كاملة أجل تماما فكل نقطة بتلك الصورة ما هي إلا مجرة كاملة وكل مجرة تحتوي على ما لا يقل عن بليون نجمة وبالطبع تمتلك كل نجمة من تلك النجوم نظاما كوكبيا خاصا بها وهذا يعني أنه من المحتمل وجود كوكب آخر شبيه تماما بكوكب الأرض ويقدر عدد المجرات بتلك الصورة بحوالى عشرة ألاف مجرة وتعتبر تلك الصورة هي أبعد مناطق في الفضاء عن كوكب الأرض تم التقاطها حيث تبعد عنا بحوالى 13 مليار سنة ضوئية وكل هذا موجود في تلك البقعة الصغيرة التي لا نرى فيها شيئا بعيننا لأن هذا يفوق قدراتنا البصرية حتى استطاع هذا التلسكوب العملاق بالوصول إلى ما عجزت عنه العين البصرية من الوصول إليه وهي تلك الصورة التي تحتوي على أكثر من عشرة آلاف مجرة فتخيل إذن كم يبلغ عدد المجرات بهذا الكون بالنسبة لتلك المجرات التي ظهرت في الصورة فكما أخبرتكم منذ البداية تبعد تلك المجرات عنها بحوالى 13 مليار سنة ضوئية وهذا يعني أنه كي يصل ضوء تلك المجرات إلى هنا فإنها بحاجة إلى 13 مليار سنة ضوئية حتى تصل إلى الأرض وهذا يشير إلى أن تلك الصورة قد نقلت لنا ما حدث بتلك المنطقة منذ 13 مليار سنة وبالطبع العديد من تلك المجرات قد اختفى تماما الآن لكن لا يزال ضوءها موجودا فهل تتخيلون أن كل هذا يحدث في منطقة صغيرة كان يعتقد الإنسان أنها فارغة في يوم من الأيام أتمنى أن نتعظ جميعا من هذا فهذا يذكرني بمقولة أحد الحكماء الأرض ما هي إلا ذرة غبار تسبح في الفضاء لكن تلك الذرة الصغيرة هي نحن فهي موطننا الذي نحبه بل والموطن الوحيد الذي نعرفه يبدو هذا مذهلا ألا تعتقد ذلك؟ وبهذا نكون قد تأقن بالفعل أن الكون شاسع جدا وأننا بالنسبة له صغار للغاية فربما يبدو كوكبنا بالنسبة للفضاء الشاسع ذرة غبار لا قيمة لها لكنها بالنسبة لنا تعني حياة شكرا لكم على المشاهدة نراكم في مقطع مقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر